بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد أحسن الله إليكم هناك تعليق في الحاشية عند الآية 100 من الأنعام قال ورد في حاشية الأصل آخر أجزاء المؤلف رحمه الله من هذه السورة ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن ثم فسر من سورة البقرة إلى هاهنا ووافق الآية 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ قال ورد في حاشية الأصل آخر أجزاء المؤلف رحمه الله من هذه السورة ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن ثم فسر من سورة البقرة إلى هاهنا ووافق التعليق يوم الجمعة رابع عاشر من ذي قعدة سنة 41 و700 فكتب الجميع في نحو أربع سنين يعني فسر آخر القرآن ثم رجع إلى أول القرآن رحمه الله رحمه الله قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظْظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتًا أي في الظلالة هالكًا حائرًا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسدك وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال السدي هذا مثل هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتًا أي في الظلالة هالكًا حائرًا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال السدي الإسلام والكل صحيح كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والظلالات المتفرقة يقول وكل صليح يعني النور والقرآن أو الإسلام أو الرسول كل حق فالقرآن نور والإسلام نور والنبي صلى نور كما في حديثات السفتة والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق بأن الإسلام هو القرآن والسنة والقرآن والسنة هو الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل هو نبي فهو جاء بالإسلام والسنة بالتوحيد ونقذ له بالطاعة والبراء من الشكل وقال نعم أحسن الله وليكم والإسلام والنور والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال السدي الإسلام والكل صحيح كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والظلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه وفي مسند الإمام أحمد ليس بخارج منها ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمه ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظلم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير والآيات في هذا كثيرة ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس وقيل عمار بن ياسر وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمر بن هشام لعنه الله والصحيح أن الآية عامة وأن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والظلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له ثم قال الله تعالى خلق خلقه في ظلمة أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مطولا وصححه محققوه هنا في نسخة الأخرى قال جيد أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والآجري في الشريعة وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم واللالكائي من طرق عن الأوزعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر مرفوعة وصححه الحاكم وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات انتهى وفي الباب أحاديث كثيرة الحديث لا بأس بسندي والحديث لا بأس بفوض الحديث يعني لا بأس ب الحافظ تكلم عليه هنا ما تكلم عليه أحسن قال فقط في مسند الإمام أحمد وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمه ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل ذكر السند عندك في الأصل ما ذكر السند لكن هنا في الحاشية قال عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر مرفوع طريق أخرى من طريق يحيى بن عمر السيباني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حصى الله عليك لا بأس به نعم بسنده و كذلك أيضا رأى شيخنا سمعت الشيطة بن المزي رحمه الله عن الحديث لا بأس به ولكن يقول لابد من الجمع بينه بين هذا الحديث وبين الحديث حديث الفطرة كل مولودين ولدوا على الفطرة حديث الفطرة كل مولودين ولدوا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو الحديث القدسي يقول الله تعالى إني خلقت عباد حنفاء فاجتالتهم الشيطون عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت له يعني كان الحديث النور إن الله تعالى خلق عقاه في ظلمه ثم رشع عليه من نوره فمن أصابه من نوره اهتدع ومن المصبه ظل فكيف يجمع قال السماع الشيخ يقول كيف يجمع بينه وبينها حديث الفطرة كل مولودين ولدوا على الفطرة فأبواه يهودانه ومن أصرانه أمن الجسانه وحديث القدسي إني خلقت لعباد حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحدث لهم وكان شيخنا رحمه الله استشكل الجمع بينهما وقال إن أمكان الجمع بينهما وإلا فالأصل أحاديث الفطرة لها في الصحيح كل مولودين ولدوا على الفطرة فأبواه يهودانه ويكون هذا الحديث حديث أنني خلق طلباني في ظلمه ثم قال أن الخلق خلقه في ظلمه ثم رشعرهم من نوره ثم أصبوا من نوره تدى يكون يكون هذا الشاذ إذا لم يمكن الجمع بينهما ولكن عندي بعد التأمل ظهر لي الجمع بينهما بأن حديث الفطرة عام كل مولدون لدوا على الفطرة وهذا الحديث خاص فيقال إن الله تعالى إن الله خلق العباد على الفطرة ثم فمن أصابه من ذلك النور اهتدى واستمر على فطرته ومن لم يصبه من ذلك النور تغيرت فطرته واجترته الشياطين يكون هذا هو الجمع بينهما يكون هذا خاص وهذا عام يكون حديثا كل مولد ولد فعام جميع الحر خلقوا على الفطرة وحديث إن الله خلقه في ظلمه وارشع عليه من نوره فمن أصابه النور اهتدى خاص فمن أصابه النور اهتدى واستمر فطرته لم تتغير استمر على فطرته واهتدى ومن لم يصبه ذلك النور تغيرت فطرته واجترته الشياطين وحصل له ما ينقله عن الفطرة إلى نصرانيها واليهودية والنوجسية وغيرها والحمد لله بذلك يزل ولا يكون هناك إشكال نعم أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون يقول تعالى وَكَمَا جَعَلْنَا فِي قَرْيَتِكَ يَا مُحَمَّدُ أَكَابِرَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَرُؤَسَاءَ وَدُعَاةً إِلَى الْكُفْرِ وَمَا كَانَ مَيْتًا فَاحِينَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ كما مثله فضل ما تنسب خارج منها فالكافر فالكفر موت والكافر ميت والمؤمن والإسلام حياة والإيمان حياة والمؤمن حي فالمؤمن أحياه الله تعالى بالنور والإيمان والعامل الصالح والكافر ميت بكفره وشركه والعلالة نسأل الله صلى الله عليه وسلم وعافية كما قال تعالفنا يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي قال بعضهم يخرج الحي من الميت يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر ويخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وغيرها قال يخرج الحية من الميت أو من كان ميتاً فأحينه أو من كان ميتاً بالكفر والشرك والضلال والبدع فأحينه بالإيمان والعمل الصالح كما مثل في الظلمات السبخ خارج منها هو الكافر الذي استمر على كفره فهو في الظلمات ظلمة الجهل والشرك كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون زين الكافرين عملهم وحسن لهم عملهم فاستمروا على شركهم كما قال ثمنا أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسن فالمشركين زين لهم وهم فيه من الشرك وما هم فيه من الكفر وصدوا على السبيل وصدوا على السبيل فحسن لهم وزين لهم ما هم فيه من الضلال وصدوا عن السبيل بصد الله سلامه وعفية كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أفمن زين له سوء عملي فرعه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نعم يقول تعالى وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها الآية قيل معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم وقيل أمرناهم أمرا قدريا كما قالها هنا ليمكروا فيها وقولون وقوله تعالى أكابر مجرميها ليمكروا فيها قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس أكابر مجرميها ليمكروا فيها قال سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وقال مجاهد وقتاده أكابر مجرميها عظماؤها قلت وهكذا قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والمراد بالمكرها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا والمراد بالمكرها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع دعاء المستكبرين للضعفة إلى الشرك جعله مكرا دعاء المستكبرين المستضعفين إلى الشرك جعله مكرا فالضعفة تبعوا المستكبرين تبعوا الكبراء الكبراء دعوهم إلى الضلال فتبعهم الضعفة فجعل دعاء المستكبرين الضعفة إلى الشرك سمه مكرا بل مكر الليل والهالي الثمر النعم أحسن الله عليكم وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول وكذلك جعلنا في كل قرة الكابرة مجردين ليمكروا فيها وما يمكرون إلى بيأخذهم وما يشعرون يعني يقول هذا فيه تسلية للبي صلى الله عليه وسلم يعني سيئة محمد هناك طائفة من المجرمين يمكرون ويعملون السيئات ويصدون عن سبيل الله كذلك جعلنا في الأمم السابقة والأنبياء السابقين مجرمين أكابر يمكروا فيها فلك أسفة بهم فاصبر كما قتلوا فاصبر كما صبروا والعزم من الرسل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلى بيأخذهم وما يشعرون يعني أن مكرهم يعود وباله عليهم ولكنهم لا يشعرون لأنهم في غفلة ولا يتبين لهم ذلك إلا يوم القيامة إذا بعثوا كما قالت أسمع بهم وأبصر يوم ويأتوا لنا يعني ما أشد سمعهم ووصرهم في يوم القيامة أسمع لهم وأبصرهم ويأتونا لكن الظالم واليوم في ظالم مبين قال سبحانه أخبرنا قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا على مصالحا إنا موقرون في ذلك تزول الغفلة عنه في ذلك اللوم وينتبهون لكن لا يفيد فالله تعالى فهذه العافية سنة الله جعل في كل قرارة مجرمين يمكرون ويصدون عن سبيل الله ويعود وكالورهم عن أنفسهم والله تعالى والحكمة البالغة فهو يضل من يشاء بعادله وحكمته ويده من يشاء برحمته وفضله وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل وقوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أظلوه إلا على أنفسهم كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وقال ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقوله وقوله تعالى إذا ما يزلونه في horizontal وقوله تعالى أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي حتى تأتين الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل وهذا كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين أي من مكة والطائف وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وقوله تعالى وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة رحمة ربك الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين أي من مكة والطائف وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وقال تعالى وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وقال تعالى وَلَقَدْ استُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم وكيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هل كنتم تتهمونه بالكاذب قبل أن يقول ما قال قال لا الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به هذا الأفياء عتو وعناد الكفار سألتهم إذا جاءتهم آياتهم قالوا لن نؤمن حتى نتمث مثل ما أوتي رسول الله هذا من العتو والعناد فإذا جاءتهم الآيات والحجد والبراهين قالوا لن نؤمن حتى نتمث مثل ما أوتي رسول الله إذا حتى تنزل على الملائكة بالرسالة كما نزل على محمد وهذا من عتوهم وعنادهم أصلى الله وكفرهم بعض الصوفية والاتحادية تجاوزوا كفر هؤلاء فقال الصوفية وبعض الصوفية يقولون أن الفلسفة أعلى من النبوة والرسالة لأن الفلسفة نبوة الخاصة والرسالة نبوة العامة والخاصة أعلى من العامة فبعضهم يقولون أن ما ننرض برسالة وإنما هي درجة لها هناك درجة أعلى منها وهي درجة الفلسفة فالفلسفة كرسط والفرابي وغيرهم يقولون أن الفلسفة نبوة الخاصة والرسالة نبوة العامة فيقول هم أعلى هم أعلى وأرفع من الأنبياء لأن الأنبياء مساكين إنما هو للعامة لكن الفلسفة الخاصة فيكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن من حتى المتلمات رسول الله كفرهم فوق كفر هؤلاء الذين قالوا لن من حتى المتلمات رسول الله أرادوا مساوة الأنبياء وهؤلاء يقولون أنهم أعلى من الأنبياء فيكون كفرهم أعظم وأغلق فاسبوا الاتحادية الذين يقولون أن الرسالة درجة ليست رفيعة ولا نرى بها وإنما نحن نطبح إلى نبوة الخاصة وهي الفلسفة أما الرسالة في نبوة العامة يسمون الناس عامة ويسمونها خاصة ويسمون الناس الثلاثة عامة وخاصة وخاصة خاصة ويقولون الخاصة تستطرهم التكاليف وخاصة خاصة ليست عندهم تكاليف يصل القول بوحدة الوجود نصر الله السلام وعافية الله تعالى يقول وإذا جاءتهم آياتهم قالوا للنؤمنة حتى نتهم مثلما أتي رسول الله هذه مقالة المشركين يعني يقول لنهم حتى تنزل على الملائكة بالرسالة كما تنزل على الرسل قال الله تعالى ردنا عائم الله أعلم حتى يجعل رسالته الله أعلم حتى يجعل رسالته فالله تعالى يعلم من هو أهل للرسالة والنبوة فيصطفيه ويختص قالوا ثالث الهاتف الأخرى وقالوا الكفار لن نؤمن حتى وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم لو نزل هذا القرآن على رجل العظيم من أهل الطائف أو رجل العظيم من المكة بغير محمد ما يزل هذا القرآن على هذا المسكين هكذا ترضوا على الله قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم على سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الله أعلم حذر جاء لسالته أعلم الله أعلم بمن الصفي ومن اختصه وبمن هو أهل للنبوة والرسالة سيصيبوا الذين عزاموا الصغار وعند الله وعذابوا الشديد بما كانوا ينكرون سيصيبهم سيصيب الكفار صغار يعني دلة وهوان بسبب كبرهم لما تكبروا عملوا بنقراص عملوا بالصغار والذلة وهكذا يكون في يوم القيامة كالذر يطعهم الناس سيصيبوا الذين عزاموا الصغار وعذابوا شديد بما كانوا ينكرون بسبب مكرهم وكفرهم وشركهم ودعائهم المستضعفين للشرك وكفر نعم أحسن الله وليكم نعم نعم النبوة الخاصة نعم النبوة الخاصة لهم الفلاسفة يزعم بعضهم النبوة تنبؤ عندهم ما يحتاج إلى واسطة يقول نعم يقول إذا كان محمد يأخذ عن جبريل فإن الفلسفة يأخذ من المعد الذي يأخذ منه جبريل من اللوحة المحفوظة ومن الله مباشر سيقول أنا أستطيع العافية يقول ابن عربي في مقاب النبوة في برزخ فلق الرسول ودون الولي يعني الولي فعلى شيء هم يسمى الولي على شيء ثم النبي ثم الرسول هذه درجات أعلى شيء الولي عنده ثم النبي ثم الرسول آخر شيء مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي جعل الرسول آخر شيء ثم النبي ثم الولي يقول ابن عربي رسول إن النبوة ختبت بمحمد لكن الرسالة ختبت بالولي وقال أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء يأخذ بوسط جبريل وخاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ من الجبريل من اللوحة المفضل على الله مباشرة ويقول ابن عربي لما في كتاب الفصوص يقول إن النبي صلى الله عليه لما في الحديث رأى الأنبياء قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه جملة إلا موضع أعلى بله فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي قال إن هذه رؤية خاتم الأنبياء خاتم الأولياء له رؤية أخرى يرى أن أن هذا البيت مكوم من لبرة ذهب ولبرة فضله ويرى أن نفسه تنطبع في لبرة الذهب وخاتم الأنبياء يرى أن نفسه تنطبع في لبرة فضله وهكذا نسأل الله على كفر وضلال أحسن الله أحسن الله من يدافع عنه بن عربي هل يُعذى أحسن الله من يدافع عنه فهو أشد منه على منهبه أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله إذا زافع بالجهد الله أحسن الله أحسن الله إذا زافع عنه بجهد وينذركم به ومن بلغه وأحي ألي هذا القرآن وأحي علي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغه فمن بلغته الرسالة بلغته وبلغ القرآن فقد قامت عن الحجة في أي مكان ومن لفتوقع الرسالة فيكن عذر الله تعالى يقول حذر وكاننا معذبين حتى نبت الرسول إذا كان بلغه القرآن وعذر فلا يكون عذر ولا يكون جهل زال جهل أما من يعيش بين المسلمين فإنه لا يعذر في الشرك في التوحيد لا يجب على أن يوحيد الله لا يعذر في الشرك وكذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالواجبات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المحرمات بالضرورة كزنا والسرقة وشرب الخمر وعقول ولدين وإنما يعذر في المسائل الخفية هذا اللي يعيش بين المسلمين يعيش بين المسلمين لا يعذر في الشرك وهو يعيش بين المسلمين ولا يعذر في فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من واجبات المحرمات إنما يعذر في الأشياء الخفية أما من لا يعيش بين المسلمين فإن ممن بلغه القرآن وبلغته الرسالة فقد قابتها الحجة لقول الله تعالى ووحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وليقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبار رسولا واليما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمين يهودي ولا مصرالي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أحد الدار نعم أحسن لكم بعض من يدافع عن ابن عربي يقول كلامه هذا رموز يؤولها التاويلات بعيدة من نعم رموز يسمى فصوص ويعارض القرآن يعارض القصة القوله يسمى فص لكن مثل ما سبق من بلغ القرآن وقام وابلغ السنة ما يكون معذور قامتها الحجة نعم أحسن لكم أحسن لكم شيء كلام ولا يشترط يعني فهم الحجة يشترط بلوغها بلوغها على وجه يفهمها لو أرد فهمها نعم أحسن لكم شيء كلام من ابن القيم رحمه الله على حديث إن الله خلق خلقه في ظلمه ذكر فيه الفطرة قال في الوابل الصيب وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمه وألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته والله تعالى الموفق وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم فأصابت الفطرة منه حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسوله عليهم الصلاة والسلام ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسوله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها نعم مثل ما سابق من أصاب ذلك النور جاءت النبوة إلى ذلك هده الله واحتداء واستمر على فطرته ومن لم يسره ذلك النور انحرفت فطرته واجتارته الشياطين يكون هذا هو الجوع بينهما واضح نعم أحسن الله عليكم كل مكرة القرآن فهو عملا كل مكرة القرآن فهو عملا يعني يعمل بالمكر الليل والنهار يعني تعملون في الليل والنهار هذا معنى بالمكر الليل والنهار يدعون يعملون ويضلون ويدعون الضعفاء إلى الشرك هذا مكر مكر الليل عملهم نعم حسن الله عليكم وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر إمام أهل الشام به نحوه يعني انفرد بإخراجه مسلم من الكتب الستة لا أخرجه من الكتب الستة إلا مسلم نعم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعه قال قال العباس رضي الله عنه بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا صدق صلوات الله وسلامه عليه نصلي السلام سألت أخريجه أول نحسن الله عليكم قال أخرجه الإمام أحمد وسنده ضعيف بسبب يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقى وكان شيعيا ولبعضه متابعات تقدمت في رواية مسلم قبل الرواية السابقة نعم معنا صحيح أكثر في المتابعة معنا صحيح نعم فهو خيار من خيار خير النسل نسبا وهو من بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت النسبية بيت إبراهيم عليه السلام ومن بيته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسل عالته من ذريته إسماعيل نبي إبراهيم فأشرف بيوت العالم على الإطلاق بيوت النسبية بيته إبراهيم ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيته أن إبراهيم أباه وأنه أشفه الناس به ولما لقيه ولاية المرض قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح نعم في النسخة الأخرى قال حسن خرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم رواه الحاكم والبيهقي قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم رواه الحاكم والبيهقي وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ فالصحاب أفضل الناس بعد الأنبياء لرصفاهم وخصهم في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحاب كلهم عدول لا يسرع عنهم فالمحدثون يبحثوا عن رواة عن العدالة والثقة فإذا وصلوا للصحاب يوقفوا ما يسرع عن الصحاب الصحاب كلهم عدول وهذا الحديث ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن هم من ذلة حجية الإجمع وأن الإجمع حجة فإذا أجبع الناس على شيء إذا أجبع الناس على شيء أو إذا أجبع الناس على شيء فهو حجة فلا يمكن أن يخرج الحق عن الإجمع لأنه فيهم الطائفة المسورة أما إذا حصل الإجمع من جميع المسلمين على شيء فهو حق في الحديثات الممتع لأن الطائفة المسورة باقيه لهم القيام وهي معه نعم أحسن الله وليكم وقال أحمد أيضا حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن سلمان لا صاحب كلهم عدود لا قال الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا يشتغل معرفته لأن صاحب كلهم عدود كذلك نعم الرجل من الأنصاب الرجل من المهاجرين الرجل من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحاب كلهم عدود نعم أنا غير مسلم أنا غير مسلم يمكن بالعموم أن الله اصطفى العرب اصطفى وسألنا الله سأل فضل بني آدم لقد كرمنا بني آدم وحلو شاب لم يكن الكافر تكريم نعم لكن بالخصوص لا الكافر لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال أحمد حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قام موسو بن أبي ضبيان عن أبيه عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبيك هدان الله قال تبغض العرب فتبغضني وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية ذكر عن محمد بن منصور للجواز قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعة فقال من هذا قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته في الحديث قابل سلم ضبيان طعيف لا تبغضني قال كيف أذكر رسول الله قال تبغض العرب الحديث طعيف ولكن بغض العرب إذا أبغض العرب لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنهم من رحضه فيكون مرتد بهذا أو أبغض العرب عموما لأن فيهم الطعيفة المصورة يعني إذا بغضى إذا بغضى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغضى العرب جميعا أما إذا بغضى البعض لأسباب فلا يكون مرتد لكن إذا بغضى العرب عموما ما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرتد إذا بغضى العرب عموما أو أبغضى العرب لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فراته يكون مرتد أما إذا بغض بعض العرب بأسباب فلا يكون مرتد يعني يبغض العرب لكن ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب أما هذا الحديث في ضعف نعم رسول الله إليكم وقوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسوله والانقياد لهم فيما جاءوا به فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة كما أنهم استكبروا أعقابهم ذلك ذلا كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين ذليلين حقيرين وقوله عذاب شديد بما كانوا يمكرون لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو التلطف في التحيل والخديعة هذا المكر تلطف والتحيل والخديعة هذا هو المكر قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا كما قال تعالى يوم تبل السرائر أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان سيصيب الذين أجموا الصغار عند الله ذلة بسبب كبرهم لما تكبروا على الناس ورأوا أنهم أعلى من الناس عمروا بنقض غسطهم صيبهم من القيامة ذلة ومهانة وحقارة يحقرون وإطاعهم الناس وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم واحتيالهم وخديعتهم فعل المعاصي والكفر عقبوا عملوا بالعذاب الشديد عملوا بنقض غسطهم سيصيب لهم الصغار ذلة ومهانة وعذاب شديد حقارة وذلة ومهانة بسبب كبرهم وعذاب شديد بسبب مكرهم وتحيلهم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم ودعوتهم المستطنين لكفر فهذا المكر الذي يفر خفاء عصابهم به هذا عقبوا بهذا العذاب الشديد وبالذلة والمهانة والحقارة صلى الله عليه وسلم نعم والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل والحكمة والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك فهذه علامة على الخير كما قال تعالى أي قاله قاله يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك فهذه علامة على الخير الله أكبر نعم كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال ابن عباس في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر وهو ظاهر نعم يوسع صدره للإسلام يوسعه ويهديه ويسهله عليه ويجعله يرضى به ويختاره ويغتبط به هذا فضل الله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على أولي من ربه فويله للقاس تغلو من كله فمن يريد الله ويديه يشرح صدره للإسلام فينفسح صدره لقبول الحق ويرضى به ويختاره ويغتبط به هذا فضل الله نعم وقال عبد الرزاقي أخبرنا الثوري عن عمر بن قيس عن عمر بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال نور يقذف فيه فينشاري حوله وينفسح قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال نور يقذف فيه فينشاري حوله وينفسح قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت هذه العلامة علامة يشرح صدره إلى دار الخلود وهي الجنة والآخرة والتجافي عندها الغرور والاستعداد للموت والاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح هذه العلامة علامة النور التي تلقى المفساحة التجافي عندها الغرور هي الدنيا والإنابة إلى دار الخلود وهي الآخرة والاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح والتجافي النصوح هذه العلامة من شرح الصدر وحلول النور فيه نعم وقال ابن جرير حدثنا هل تتكلم عن الحديث هنا عزاه وعزه عندي فقط وسيسوق لنا سنيد أخرى الحاب الكفير نعم سيأتي نعم سيأتي له ففي تتكلم عليهم في الحافظة نعم سيسوقه طرق نعم وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري عن عمر بن مرة عن رجل يكن أبا جعفر كان يسكن المدائن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فذكر نحو ما تقدم نعم أبو جعفر هذا أبو جعفر المدائن جعفر المدائن في كلام نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيدين الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحاسن بن الفورات القزاز عن عمر بن مرة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب فسح له القلب وانشرح قال يا رسول الله هل لذلك من أماره قال نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتامر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره هذا المدار عليه نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجو نعم 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 قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجو قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن عمر بن مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قالوا يا رسول الله وما هذا الشرح قال نور يقذف به في القلب الله أكبر قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف قال نعم قال وما هي قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلامة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أونيسة عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا فلذلك من علامة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت هناك حديث في ضعفة في انقطاع لنبو عبيدة لمسعود من أبي عبد الله بن مسعود لكن الحديد له شواحد وله طرق كثيرة نعم وقاد رواه ابن جرير من وجه آخر عن بمسعود متصلا مرفوعا فقال نعم هذه الرواية منقطع لنبو عبيدة لمسعود من أبي عبد الله قد رواه ابن جليل متصل الحديث نعم فقال حدفن بن سنان القزاز قال حدفن محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قالوا يا رسول الله وكيف يشرح صدره قال يدخل الجنة فينفسح أو يدخل الجنة فينفسح قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم الحافظ حسن الحديث مرسلة وحديث منقطعه وحديث متصلة شد بعضها بعضا فيكون حسن وليس ببعيد هذا لكن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ضعف الحديث في على هذه الآية وكذلك الشيخ ناصر الدينة للبالي رحمه الله في سلسلة ضعف الحديث والحافظ حسن والأقرب أنه حسن واختر شيخنا سمعت الشيخ عبد النماز رحمه الله يكون حسن الحديث وعلى كل حدد المحققون اختلفون وهم مجتهدون منهم من يصيب ومن يخطر فلحظ الحديث يكون حسن يكون إذا شرح الله صدر للإنسان وقذف النور في قلبه وعلامة ذلك التجافي عن الدنيا وعدم الركن إليها والإنابة إلى الآخرة والاستداد الموت قبل نزوله هذا العلامة شرح الصدر ودخول النور فيه نعم سلام عليكم وقوله تعالى وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءُ قُرِئَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَتَسْكِينِ الْيَاءُ ضيِّقًا 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 وضيِّقًا وهذه في ألفاظ معدودة تأتي بالتسكين ضيِّقًا وضيِّقًا حين وحين لين ولي ضيِّق وضيِّق في ألفاظ معدودة تكون مسكّنة وتكون ضيِّق وليِّل وهيل نعم ومشبه نعم وميت وميت في ألفاظ معدودة نعم حسناً والأكفرون ضيِّقًا بتشديد الياء وكسرها وهما لغتان كهين وهيِّن وليِّل وليِّل وميت وميت وذكر وجهًا واحدًا نعم وإيش في ألفاظ معدودة نعم وهما لغتان كهين وهيِّن وقرأ بعضهم حارجًا بفتح الحائي وكسر الراء قيل بمعنى آثم قاله السدي حرجًا آثم نعم وقيل بمعنى وقيل بمعنى قرأة الأخرى حارجًا بفتح الحائي والراء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى حرجًا وقيل بمعنى الآثم نعم وهو الذي حرجًا للأستسع للهدى نعم نعم وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه نصر الله هذا ضيق هذه علامة الضلال يكون صدره ضيقًا الحرجًا لا ينفذ في شيء من الإيمان والتوحيد والطاعة ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه نعم لا تسع شيء من الهدى ضيقه غير لا تسع شيء من الهدى ولا ينفذ شيء من الإيمان وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب الأهبادية مدلج ما الحريجة قال هي الشجارة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال عمر قال هذا الشيخ نصد للباني وكاليك قالوا في الحديث أبو جعفر مدائني هذا متهم بوضع الحديث فليهذا يكضر عفو قالوا متهم بوضع الحديث وكاليك الشيخ مد شاكر الشيخ نصدين يعني عمده في هذا قالوا أن الحديث مداره على أبو جعفر المدائني وهو متهم في الوضع والحافظ قال إن هذا طرق متصل له ومن قطع يشد بعضها بعضها فيكون الحديث حسن نعم كله كله وجه نعم قال وقد سأل عمر من الخطاب رضي الله عنه راجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج ما الحريجة؟ قال هي الشجارة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير بسرعة الله وقال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق هذا قال ابن عباس نعم هذا ابن عباس قال ابن عباس وقال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع بسرعة الله وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق نعم وقال مجاهد والسدي ضيقا حرجا شاكا وقاله عطاء الخراساني ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ وقال ابن مبارك عن ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه فقال سعيد بن جبير يعني لصعد السماء يضيق عليه الهواء والكسجين أحتاج إلى فلا يستطيع أن يكون السماء ضيق يضيق ينقطع نفسه فكذلك الذي أرد الله في الظلالة لا يقبل حق ولا يدخل فيه شيء من الإيمان بل يكون ضيق حرج لا ينفذ فيه شيء من الإيمان ولا فيه شيء ما ينفعه من الطاعة كالذي يصعد في السماء يكون ضيق حرج يحتاج إلى هواء كذلك يحتاج إلى نور وإيمان والله تعالى أرد يضلاله فلا يأتيه النور وإنما يكون صد ضيق حرج لا يقبل الحق ولا يضع به ولا يأتي شيء من النور ينفعه يدخل في شيء من النور الذي ينفعه وينقذه من الظلمات صلى الله عليه وسلم وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره صلى الله عليه وسلم وقال عطاء الخراساني كأنما يصعد في السماء يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء نعم وقال الحاكم ابن أبان عن عكريمة عن ابن عباس في قوله تعالى كأنما يصعد في السماء يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى حتى يدخله الله قلبه الله أكبر نعم وقال الأوزاعي كأنما يصعد في السماء كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما نعم نعم وهذا مثل وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته وقال في قولي تعالى كذلك وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله وقال وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الرجس الشيطان وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لما ذكرت على طريقة الضالين عن سبيله الصاد دين عنها نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق أو نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق فقال لما ذكرت على طريقة الضالين عن سبيله الصاد دين عنها نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق فقال فقال وهذا صراط ربك مستقيما منصوب على الحال أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن وهو صراط الله المستقيم كما تقدم في حديث الحاديث عن علي رضي الله عنه في نعة القرآن هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم رواه أحمد والترمذي بطوله قوله تعالى قد فصلنا الآيات أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة وإنما وصف الله الجنة ها هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم وإنما وصف الله الجنة ها هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم فكما سلموا من آفاتي لعويجاجي أفضوا إلى دار السلام نعم والجزاة من جسل العمل كما سلموا من الآفات والعويجاج لدار السلام وصلوا إلى دار السلام وإلى الجنة دار السلام من الآفات والله تعالى من أسوأي السلام فهو السلام المسلم للعبادة من الآفات والشرور موفقهم فهو يدخلهم دار السلام وهو الذي منع لهم بالسلام من الشرور العفات وهو الذي منع لهم بدخلهم دار السلام نعم قلوا تعالى وهو وليهم أي والسلام هو وهو الله أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه نعم ووليهم الجزاء مجزيهم وحافظهم مجزيهم وحافظهم نعم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآية لقوم يذكرون لما ذكر أهل الباطل الذين انحرفوا عن الصراط المستقيب وسلكوا السبيل المعوج ذكر الصراط المستقيب الذي هو دين الإسلام وهذا صراط ربك مستقيما لسفي عفجاج في خلاف طرق الضلال والحراف يمعوجه من حرفه كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وقال هذا صراط الله خط خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه خطوط على كل على كل واحد منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآية لقومي الذكرون وقد دين الإسلام وما جاء به في الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء وما أمر الله به في القرآن والسنة قد فصلنا الآيات والرحناها لقومي الذكرون أما الذي لا يذكر فلا يستفيد لقومي الذكرون ويستفيدون لهم دار السلام دار السلام وهي الجنة جزاء لهم حينما سلموا من الآفات وللوجاج بمن الله تعالى وكرمه أدخلهم دار السلام وهو سبحانه من أسماء السلام هو المسلم والعبادة من الآفات والنقائص وهم مجازي مجازيهم ويحفظهم لهم دار السلام عند ربهم هو وليهم ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم بما كانوا يعملون بسبب عملهم الصالح الذي يوفقهم الله إليه في ذل على أن الأعمال سببهم في دفع الجنة بما كانوا يعملون في الرد عنه متزلة القائلون بأن رد عن الجبريه الذي يقول أن الله تعالى يدخل الجنة أهل الجنة بلا سبب ولا عمل ويدخل أهل النار أهل النار بلا سبب بلا سبب والعمل بل من شيء محظى أنكر وتكون الأسباب وفي الرد عن المتزل الذي قالوا أن السبب أن أن الأسباب يعني وأن العمل يعمله الإسان ويخلقه الإسان بدون مستقلا بدون أن خلقه الله ولهذا يقولون أن الأعمال أن الله تنجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي يقول ثوب لأنه الذي خلق عمله يقول هذا كسبه وهذا عمله والله تعالى لم يخلق إنما هو العبد الذي خلق فعل نفسه يقول هذا عرق جميل يجب على الله أن ينجزيه وتبع عليه وكانه يقول يسأل من الله في الله منه ولا فضل أعوذ منه والجبرية قالوا لها العمال ما تنفع وليس لها تأثير والله تعالى يدخل الجنة أهلها بدون مشيئة بدون عمل بالمشيئة المحظى ويدخل أهل النار بالنار بدون الشيئة ويستدمن بالحديث أن الله قبل ربنا قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في الدر ولا أبالي وحديث إن الله لو عذب أهل السبع والعوذ لعذبهم وغير أهل من لهم وهذه الحديث كلها كلها يضمن نصف بعضها إلى بعض ليس فيها في نفي من يكون العمل لهم داروا السلام من ربهم وليم ويحشرهم إلى لا يأتي إلى قوله 135 وجعلوا لله لا بعده إلى قل يا قوم اعملوا على مكانته هذه آخر آية 135 قل يا قوم اعملوا فسوف تعلمون من تقولوا عقبة الدار وجعلوا الله مذرع من الحر ونقول لا أجدوا في الموحين محرما هذه نقف عندها ما نقرأوها مش مطلوبة عندنا سقط إلى قولي تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هذه الآية الآية ويحشوها بعدها لا هذه السبع ذها في سبع آيات تقريب وبعدها بعد آيات وبعدها في عندنا سقط مكان آخر نعم في نفس السورة في الأنعام نعم طيب لقف علىها وفق الله الجميع وثبت نعم نعم آية في المقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فتتبعوه ولا تتبع السورة ايه شفيه هل ورد الآية أنها قرأ وهذا صراطي مستقيما فقد فصل آيات خمي آيات آيات فثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فتتبعوه ولا تتبعوه وأنه نعم 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 قريب من أشاعر سيزيدون عليهم سعيدون سبع صفات وهم يزيدون ثمان صفات صفات التكوين إن مكن الله سبحانه وأنكسروا هل يوالوا مثل ما ولا تهل سنة والدماع وليهم ولا تهل سنة والدماع يوالوا بحسب ما فيهم من الإيمان والطاعة ويوعدون بحسب ما فيهم من المعاصي هذه قاعدة عندها السنة الناس هل تقسام مؤمن مطيع هذا يوالى ولا أن كاملا ومؤمن عاصي يوالى بحسب ما فيهم من المعاصي وكافر يعادى عداء كاملا فالمؤمن العاصي يوالى بما فيه من الطاعة ويعادى بما فيه من المعاصي والكافر يوالى عداء كاملا والمؤمن التقي يوالى موالة كاملا نعم حتى ولو كان ولو كان فيهم خير وفق الله للمنى وثبت الله والجمع الحديث صلى الله على محمد وعليه